أكثر من 14 غارة جوية تعرضت لها المنطقة هنا بالقرب من بلدة أوريم على هذا المستودع الإغاثي هنا التابع لإحدى المنظمات الإغاثية كان يحوي العديد من الألبسة والمعلبات 14 غارة جوية على نفس المكان هنا في بلدة أوريم يمكنكم مشاهدة حجم الدمار الواسع هنا نتيجة الغارات الجوية كانت ليلة صعبة قضاها المدنيون هنا في هذه المنطقة ورعب حقيقي نتيجة أصوات الطيران والغارات الجوية المكثفة على هذه المنطقة تقول وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مقرات تتبع لتنظيمات المشددة لكنها بالحقيقة هي مستودع لإغاثة المدنيين هنا في هذه المنطقة طبعا اليوم هناك تحليق للطيران الحربي لكن دون قصف في هذه المنطقة وأيضا هناك طائرات استطلاع في سماء جبل الزاوية وبلدة أوريم منذ الصباح وحتى الآن نزالت الطائرات تحلق في سماء هذه المنطقة طبعا في عموم محافظة إدلب اليوم وريف حماء الشمالي يستمر القصف والتصعيد العسكري من قبل قوات النظام على هذه المناطق حيث تتعرض قراء كفرزيت اللطامنة ومورك وغيرها من البلدات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل حواجز قوات النظام المتواجدة في ريف حماء الشمالي أحمد أمين تلفزيون سوريا من بلدة أوريم في ريف إدلب